أصيب أكثر من مئة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة حيث قمعت قوات الاحتلال أبناء البلدة الذين تصدوا لقطعان المستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام المنطقة فيما أعلنت سلطات الاحتلال أن المنطقة عسكرية مؤلقة بات الفلسطينيون ليلتهم كاملة فوق سفح جبل العرمة ببلدة بيتا أسفل راية فلسطين التي رفعوها هنا تصديا لمحاولات المستوطنين الاستلاء على المنطقة ومع ساعات الفجر باغتتهم قوات الاحتلال بالقمع لكنهم لم يرضخوا وتصدوا لمحاولات فتح الطريق أمام مسيرة للمستوطنين تود الوصول إلى المكان هناك موقف فلسطيني واضح لن يصل المستوطنين لهذا المكان لن نسمح لمستوطن واحد أن تطأ قدمه لتدنس جبل العرمة أو الجبال المحيطة في بيتها وسنتصدى لهم ولذلك تدور المواجهات الآن بين مئات الجنود وآلاف الشبان الفلسطينيين هنا لازلنا نسيطر على جبل العرمة وعلى كل الجبال والتلال المحيطة بجبل العرمة وأنا أقول بكلام واضح قرار الجميع هنا أنه لن تسقط راية فلسطين التي رفعت على جبل العرمة ولن يسقط الجبل هي رسالة لحكومة الاحتلال ورسالة لنتنياهو ورسالة لصفقة الكارن ورسالة للمستوطنين إذا حلم أي مستوطن أن يأتي إلى هنا لن تهدأ نار الثورة هنا وبالتأكيد سيكون في القسم الثاني لإفشال مشروع زعترة حوار هذا المشروع سيشوك بلدة بيتها وحوار وكل المنطقة ظن الجنود بأن الأمر سهر لربما قادتهم لم يخبروهم عما حدث في هذه المنطقة بالذات قبل ثلاثة وثلاثين عاما لكن أبناء الذين تصدوا للمستوطنين في تلك الأيام خرجوا اليوم متصدين لجنود الاحتلال في مواجهات اندلعت في أكثر من محور ومنطقة واستمرت لأكثر من عشر ساعات وقع خلالها أكثر من مئة إصابة في صفوف الفلسطينيين فيما أصيب عدد من الجنود بحجارة الشبان هذه المنطقة شهدت قبل أكثر من عقدين مجزرة للاحتلال الإسرائيلي دفاعا أيضا عن الأرض وعن هذه الجبال وجبل العرمة الشهد اليوم على الوجع الفلسطيني جبل العرمة هي جبال الكدس وفلسطين ونابلس المعرضة في كل لحظة للمصادرة والاقتحام والتنكيل بأهلها ومزارعها اليوم تقف بيتا في وجه محاولات المستوطنين ترسم حدود الدولة الفلسطينية التي تريدها صفقة القرن يقول أبناء البلدة بأن الاحتلال يحاول اليوم جس نبضهم لكن الرسالة وصلت إلى جنوده ومستوطنيه وإلى قيادته السياسية هذه الأرض فلسطينية ولن تسقط راية الوطن التي زرعت فوق قمتها هكذا تصدى أبناء بلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس المحتلة لمحاولات الاحتلال والمستوطنين فرض وترسيم حدود الدولة الفلسطينية بناء على ما ورد في صفقة القرن اعتلوا سفوح الجبال ومنعوا جنود الاحتلال من التقدم أكثر رغم أنهم أعلنوا أن المنطقة عسكرية مغلقة هكذا منع الفلسطينيون هنا المستوطنين من التوجه بمسيرة تهدف للسيطرة ومصادرة الأراضي في منطقة جبل العرم قرب البلدة من بلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا ترجمة نانسي قنقر